زميلنا خالد الشعبي مراسل البرنامج في الرياض التقى مع الكابتن سفيان بن دبكة بعد المباراة صراحة المباراة اليوم كانت صعبة خاصة زي ما قلت تلعب ضد بطل آسيا فريق الهلال فريق كبير كانت صعبة علينا خاصة أنهم تقدموا في النتيجة في وقت مبكر من المباراة ولكن الحمد لله قدرنا نحافظ على التركيز وحافظنا على التقتنا خاصة أنه قادرين نرجع في هذه المباراة ما كانت سهلة ولكن الحمد لله في نهاية المطاف حققنا ثلاث نقاط وضعية فريقنا كانت حتى معلينا منزلش نضيئ مزيد من النقاط خاصة آخر الجوالات قدرت تقول يعني خسرنا يعني أربعة من خمس آخر مبارايات كانت نتعادل واحد ضيعنا كثير من النقاط اليوم يعني كنا عازمين باش نحقق نتيجة إيجابية وكنا عارفين أن المهمة يعني رح تكون صعبة يعني عندك نادي الهلال نادي غنيان كل تعريف والحمد لله على كل حمد مرات في حكام يخطأوا وهذا أمر عادي يعني حتى الحكم بشر يقدر يغلط ويقدر يكون على صواب أحنا من جهتنا كلاعبين مرات في الملعب نشوف يعني أنه كان ظلمنا وذا طلعنا على الشاشة نشوف أنه كان على حق فعشان هيك نقولك يعني ما أقدر يعني ما راني في وضعية اللي يقدر أحكم على حكام في لجنة مختصة وفي ناس اللي متخصة في هذا المجال أول شيء ثاني الحمد لله على هذا التتويج يعني زي ما شاف الكل كانت بطولة نجحة مئة في المئة من كل من كل نواحي من من التنظيم للمنشآت اللي كانت موجودة الحمد لله نظن نحن ادخلنا لهذه البطولة بنية الفوز بها والحمد لله يعني ربي وفقنا وحققنا اللقب الله الحمد لله أنا يعني كان دايما عندي ثقة في نفسي وكنت دايما يعني أشتغل خاصة يعني الواحد باش يكون صراح من أول يوم وصلت للدوري السعودي زي تكسبت يعني كتير 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 أمور زي يعني من التجربة خاصة يعني عارفين أن الدوري السعودي حاليا يعني أحسن دوري عربي الحمد لله زي تعلمت عدة أمور ووربي وفقني ونجحت في مهمة في البطولة العربية المهمة اللي كانت عندي الآن يجي سيدعاء المشاركة في بطولة إفريقيا فخر وشرف لي وحتى النادي الفتح لأنه حتى هم ساهمين معايا وحتى الدوري السعودي يعني بصفة عامة الحمد لله إن شاء الله نمتل دوري السعودي في البطولة الإفريقية أحسن تمثيل إن شاء الله إحنا من حد نجتنا مباراة الهلال وبعدها مباراة من النصر على طول جاءنا اثنين مبارايات هيك على طول إن شاء الله رح نزيد ندخل مباراة هادي تانية رح نحضر لها ونجهز لها إن شاء الله عشان زيد نطلع نتيجة إيجابية إن شاء الله شكرا لك سبحان لعيب أبو خالد ها صفيان إي لا شك إبو بدر صراحة إبو بدر لعيب العرب اللي في الدوري السعودي شفناهم في البطولة العربية كانوا من أميز اللاعبين وهذا أكبر دليلا فعلا مستوى الفني للدوري السعودي مستوى كبير جالس يطور لعيبه بشكل كبير أغلب اللاعبين اللي أبدعوا مع منتخبات العربية في قدر كلهم لعبي الدوري السعودي